مشاهدي سوبورة تيفي فقرات الحب الأعظم ومكملة معكنا اليوم بهذا الأسبوع يلي من الفترات المركز تربية الدينية عم يعملوا فيه ويكون في عندهم عدة تحضيرات لحتى يقووا ويثبتوا الخدمة الروحية لدى الشبيبة الموجودة ومو بس بهاي الفترة هنه عم يحضروا على مدار العام هنه عندهم نشاطات عندهم تحضيرات عندهم أمسيات حبينا اليوم نستضيف خادم بمركز تربية الدينية وشماس بكنيسة سيدة العبراء لحتى نحكي عن تحضيرات المركز للمي المر اللي رح يتوزع اليوم العصر بالكنائس لهيك رح يكون معنا الملفونو إبراهيم مقدسي أفريم أهلا وسهلا فيك معنا ملفون عبر شاشة سوبورة تيفي شينو ملفونتوس برثة تودي غلبة على الاستضافة قبل ما نبلش بس أحبا مقلكن تحيات الحارة لإدارة مركز تربية الدينية لسيريان الأرتودوكس بالقامشلي تودي ساقي ملفون أكيد نحن كمان بدورنا نتشكركن لوجودكن معنا اليوم وكمان دوركن المهم بخدمة الشبيبة بالمركز بالبداية ملفون مثل ما نعرف هلأ التحضيرات لأسبوع الآلام وعيد القيام المجيدة المركز إيش عم يقوم بتحضيرات والكمان اللي عم يشاركوا فيها الشبيبة هلأ بالنسبة للتحضيرات لهذه الفترة خلينا نقول أسبوع المقدس اللي يبلش بالشعانين وينتهي بالقيام المجيدة مرورا طبعا بالآلام التحضيرات يكونوا على مستويين المستوى الروحي اللي هو الأهم بالنسبة للشبيبة نحن نحضر عن طريق المواضية عن طريق التأملات اللي عم تنطرح من خلال الحلقات والمستوى الثاني هو المستوى التحضير اللوجستي لهذه المناسبات مثل كروت الناهيرة وعداد المي المر وهالسنة كانت نعمة ربنا قدرنا أنه نستضيف الشماس الملفون واسكندر إيشوع اللي قام لنا بأمسية رتل فيها وعشنا جو الآلام فهي كان بشكل عام التحضيرات لهاي طبعا أرجع أركز على التحضير الروحي للشبيبة طبعا هو الأساس لكل شيء نحن نشتغل فيه بمركز التربية الدينية نعم ملفون مثل هاي الأمسيات اللي ذكرت أشقد مهمة هي تكون موجودة بأسبوع الآلام ونحن أشقد مهمة نكون مشاركين بهاي الأمسيات طبعا الترتيل والترانيم والتأملات هي الهدف الأساسي منها هو الرفع الدرجة الروحية للبني آدم أو للإنسان لحتى يحس حاله أنه قريب قتل المستطاع مربنا يسوع المسيح وخاصة بهاي الفترة اللي هي فترة العالم نعم ملفون مثل ما ذكرت خلال حديثك بالتحضيرات أنه أنت قمت بتحضيرات للمي المر خلينا نحكي أكتر وكمان نعرف المشاهدين لأيش يرمز المي المر المي المر أرجع شوي أحكي شوي تفاصيل أكتر قبل نحن كنيستنا سريانية الأرتدوكسية نحن كنيسة تقصية فنحن كل شيء سواه السيد المسيح كل شيء عاشه عم ينعكس من خلال الصلوات تبعنا من خلال الحركات اللي نحن نسوين ومننا من ضمن المي المر المي المر صيد المسيح عطوه خل ممزوجا مر لحتى يشرب وحتى هو على الصليب كمان عطوه خل لحتى يشرب فالمي المر هو بس لحتى يقربنا أكتر يعني يحسسنا أكتر بالآلام لحتى نعيش مع ربنا يسوع بهذا اليوم اللي كان يوم كتير عظيم وكان متعب ومضني لربنا يسوع المسيح فنحن على الأقل لما عم نشرب هاي المرارة عم نحس ولو بجزء بسيط جدا من آلام ربنا يسوع المسيح مثل ما يقول الكتاب المقدس إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد معه أيضا هاي الفكرة أنه مشاركة وإحساس بالألم والمرارة تبع الألم أكيد ملفون كمان مهم أنه الإحساس يكون موجود لحتى مثل ما السيد المسيح هو فدى حاله كرمالنا نحن كمان نحس على القليلة بشوي من الألم يلي هو حسه كمان مثل ما شفنا ملفون الفيديو والصور أنه الشبيبة هي اللي قامت بتحضير المي المر بمركز تربية دينية تقدر تخبرنا عن الأدوات اللي عم تستخدموها أثناء التحضير قبل ما نبلش بالأدوات بس أحب أستغل الفرصة لحتى نشكر ونترحم على أحد المؤمنين اللي هو صار له عمر يدعم تحضير المي المر ماديا وطبعا بعد ما توفى الله يرحمه أبا ولاده إلا أنه يكملوا مسيرة والدن أو يضلوا يدعموا هذا النشاط ماديا فنوجهنا التحية وشكر كبير لأنه حتى هنه يرفضوا أنه ينذكروا كأسم شاش خاص بالنسبة للأدوات والأدوات المستعملة بالمي المر هو أهم شيء الأوعية المعقمة مي صالحة للشرب مادة الصبر اللي هي تعطي المرارة الصبر الأسود طبعا البخور البخور والمطحون الخل خل التفاح ماء الزهر وزائد آخر مكون ومن أهم المكونات هو ماء الصليب نعم الفون ضمن هذه التحضيرات والتحضير للمي المرهل فيه أشخاص محددين عم يقوموا بهذا التحضير وكمان أي ما تبلش المركز بهذه الخدمة هلأ نجاوب على الشطر الثاني بعد الزنكيزين تفضل أي ما تبلش المركز هذه الخدمة بالتسعينات كانت قبل العادة أنه ينعمل المي المر بكل كنيسة وكل مؤمن يحب يشارك أو يحب يدوق المرارة كان يجي يجيب كاستو ويغرف من الهاي ويتناول المي المر فكان المقترح من خدام المركز بوقتها بالتسعينات لإدارة المركز أنه ليش ما نحن نشتغل شيء يكون احترافي وشيء مرتب ويتوزع لكل الكنائس لحتى كل المؤمنين يقدروا يشاركوا من الكبير للصغير فأجت الموافقة وبلشوا شغل بتعبئة قناني ومي المر لحتى يتوزعوا من خلال الكنائس أشخاص في عنا أشخاص من المركز هن مسؤولين بالأخص على هذا النشاط طبعا استلمنا هذا الموضوع من الخدام اللي قبلنا وهن استلموه من اللي قبل حلو كتير إن شاء الله دائما نتظل هاي الخدمة وتنقل كل شيء كان من قبل يظل مستمر والشبيبة تقدر تحافظ على كل شيء ملفون مثل ما شفنا بالفيديو والصور اللي نعرضه على الشاشة أنه كان في عدة تنقل أواني قناني كان في كتير شغلة تقدر تخبرنا عن الآلية للتحضير بالتفصيل بالنسبة للبدايات أول شي نحضر نشتري المواد المواد الأولية اللي ذكرناها من شوي بعدين نجيب طناجر نحط المي الصالحة للشرب مع كل أسف فترات الماضية حتى مصادر لمياه نقية ما بقى كان فيه فعم نضطر نشتري المي الجاهزة المعقمة المفلترة عم نستعملها بعد ما عم نعقم الأواني وهيك عم نعبي المي نبدأ نضيف لكل تقريبا 15 لتر عم نحط 3 معالق صبر نحط نص معلقة بخور طبعا أنا قصدي معالق معالقة كبيرة تبع الأكل طبع الطبخ نحط 3 ربع قنينة 3 ربع لتر خل نحط 200 ملي تقريبا المي الورد أو ماء الزهر وينخلطوا كثير كويس ويضلوا فترة وبعدين ينضاف لنمي الصليب اش قدي هاي الفترة اللي لازم يضلوا فيها؟ هي دقائق يعني من خمسة لعشر دقائق حسب لبينما المكون يتجانس تمام بعدين يتفضى من الوعاء ويتصفى عن طريق قماشة معقمة يتصفى بطريقة كتير جيدة ويتعبها بأواني هذول اللي فيها نحن اشتغلناها عليك يشفتنا بالفيديو مثل الحنفيات الصغار لحتى تسهل عملية التعبئة للقنانة الاصغر وبعدين يبلشوا الشبيبة يعبئوا القنانةressoلا ويختموها ونبلش نفرزا Form نعم نسوي حصص لكل كنيسة حلو كتير بعد ما حكينا عن التحضير ملفون وتعبئة القناني طبعا المي المرهل في أحد الكهنة عم يصلي شيء على هالقناني أو أنت عم تاخده القناني إلى الكنائس وهونك جديد عم يتصلى عليهم هلأ قبل ما أذكر هاي النقطة سابقا بس أحب أنوه على نقطة بعد سابقا كان هذا النشاط ينشغل على يومين لأنه كان في عدد كبير ما شاء الله ونتيجة الهجرة الكبيرة خف كتير قبل كان ينشغل على مدار يومين كان أغلب الأحيان يوم الثلاثة والأربعة فبأسبوع الحاشو أغلب الكهنة وأغلب المطران والكهنة وكل يكونوا مشغولين بالصلوات طبعا الكنيسة ونحن الشبيبة كلتا يلتزموا أو الأشخاص يشتغلوا بالمي المرهل فاضين فبس فترة بعض الظهر فله السبب يصير فيه تضارب بين الاثنين فنحن عم نستعمل الماء الصليب ماء الصليب هو مقدس هو مصلى عليه بيوم الجمعة العظيمة وقت الصلاة اللي قبرته فعم نستعمله لمثل ما يقول لتبريك الماء فكل ما إذا زاد بعدين كمية من هذا المي نحن ما عم نكبه نحن عم نحطه بجورنل معمودية بالكنيسة لأنه هو يعتبر مي مقدس صحيح كمان ملفون مثل ما ذكرت خلال سياق الحديث أنه تنقل كروت أو شموع النهيرة الشبيبة اللي هي عم تقوم بالتحضير وكمان المي المر أشقد مهم أنه الشبيبة تكون مشاركة بهيك تحضيرات هلا دور الشبيبة بصراحة دور لا يعني لا يخفل عنه بصراحة أنا يعني من هالمنبر بدي أستغله لحتى أحكي عن الشبيبة كان تبع المركز أو الشباب بشكل عامل مرتبطين بالكنائس بمؤسسات الكنائس اليوم بهذا نحن وصلنا لزمن أبداً ما هو شيء سهل لشاب أو صبية أنه يتركوا أشغالاً دراساتاً أموراً الضغوطات اللي عم تصير بالمجتمع عم يجي ويلتزموا إن كان بالتعليم كبداية واتنين بالنشاطات والعمل المجاني والطوعي فتحية كتير كبيرة لشبابنا وصبايا تبعنا اللي عم يقدموا مجهود كتير جبار بهاي الفترة هو دور كتير كتير أساسي ومكون ومحطوط بالخطة الخلاص طبعاً ربنا يسوع يعني ربنا يسوع يقدر يبني الملكوت أصلاً هو يتقدم للصليب وكان واضح كتير من الترتيب الأحداث أنه هو رفض أي شخص يكون مرافق لأله أو يتعذب معه أو يشاركه الآلام فنشوف ربنا عاش الآلام كله لحاله بس بخطة الخلاص شارك معه تلاميزه كله كانوا معه بكل شيء محبة منه واثنين هن اللي أخدوا استلموا الرسالة وبلشوا ينقلوها للأجيال اللي بعدها فدور الشبيبة دور أساسي يقول في صفر الجامعة لصحة 12 الآية واحد يقول اذكر خالقك في أيام شبابك ليش؟ لأنه شباب طاقة الشباب دعم كبير للكنيسة وللخدمة فهنا كتير شيء أساسي صحيح ملفون برأيك وحسب ما عم تشوف الشبيبة يلي عم تكون موجودة بالمركز أو إذا بدنا نخص بالذكر مثل ما نعرف أنه أنت المسؤول أو تنقول الملفونه على حلقة مارك بريال الخادم بالجامعين شلون تشوف الشبيبة للمستقبل أو تنقول هلها هي شلونية ولأين تتوصل بعدين؟ قبل ما أبلش بالحكي عن الشبيبة قال ربنا يسوع المسيح قول كتير رائع قال الحصاد كثير لكن الفعلاء قليلون فطلبه إلى رب الحصاد أن يرسل الفعلاء لحصاده فنحن لازم نصلي دائما حتى ربنا يبعث عالم وبالأخص شبيبة الشبيبة لأنه يقدر يقوموا ويقدروا يشتغلوا يقدر يقوموا بالأعمال وبالأنشطة ويكونوا مثل السراج اللي حكي عنه سيد المسيح في متة خمسة الآية خمسة يقول لا يقيدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة لجميع من في البيت فالشباب يكونوا منارة يكونوا ملح الأرض يكونوا نور العالم مثل ما زكر ربنا يسوع إن شاء الله ملفون أكيد نحن كمان نتمنى يصلوا لهذا المكان قبل ما نختم حديثنا ملفون إيش هي الرسالة اللي تحب تقدمها لكل الشبيبة بصراحة الرسالة اللي أريد أو أمور اللي أريد يعني اللي أعتقد أنه ربنا عم يستعملنا لحتى نوجهها لكل شاب وصبية عم يسمعونا ويحضرونا الكل هو مدعو مدعو للمشاركة الكل هو مدعو للخدمة فيه كثير أشخاص يريدوا ويجوا من كان على المركز أو على الكنيسة أو حتى على أي مؤسسة من مؤسسات الكنيسة هي بالأخير كلها خدمة بس فيه كثير عالم يقول أخجل ما أعرف حدا والله بلك يحكوا علي أنا كبرته بالعمر فالرسالة هي لكل شاب وصبية بكل العمار بمختلف العمار بمختلف الخلفيات باب الكنيسة وباب المراكز والتربية الدينية هي مفتوحة للكل وربنا عم يشتغل وعم يبني الملكوت وعم يمد إيده ويقول ها أنا ذا واقف وأقرع إن سمع أحدهم صوتي فيفتح لي فأدخل واتعش معه فكل شاب وصبيه إنه مدعوين للخدمة صح لا يعني إذا أعطي هيك مثال صغير إذا واحد يشوف ولد بده يقع من على البلكون يقعد يوقف يقول أستحي أروح أنقذه أو أستحي أخبر أو أستحي أعيط لبينما يفكر فلسفيا ولاهوديا بالموضوع يكون الولد وقع ومات وما سفد نشي من الخدمة أو إذا كان في بيت قدامنا عم يحترق أقعد أنا أقول هل أنا مدعو لحتى أطفي الحريق ولا لا فأرجو من كل شاب وصبيا ويراجع حالا والكل مدعو للخدمة وأهله سهلا فيا بمجال الخدمة ربنا فاتح الباب وفاتح إيده للكل بالأخير بالأخير الهدف هو ربنا يسوع المسيح وهو الخلاص هذا هو الهدف الأساسي من كل خدمة من كل عمل نحن كمركز تربية دينية نقوم فيه ونشتغل فيه بالأخير هو الهدف الرئيسي هو ربنا يسوع المسيح أكيد ملفون الله يقوي بختام حديثنا ملفون بعد ما حكينا عن الشبيبة والتحضيرات بكلمة أخيرة تحب تختم فيها حديثنا لليوم يعني غير الشكر لألكن أول شي لسوبورو تيفي كمعدين وكمصورين وكمونتاج وككل طاقم العالم والتنسيق أحب أوجه للكن شكر كتير كتير كبير لأنه عم تصلتوا على أهم تفاصيل ولو تفاصيل صغيرة وهيك بس حلوة والعالم تقدر تشوفها وتكونوا مثل المنارة اللي حكينا عنها من شوي لحتى تنيروا والدرب لكل أشخاص فتودي شكر كبير لقناة سوبورو تيفي وأرجع أركز على فكرة التزام الشبيبة بالكنيسة هو شيء كتير كبير وشيء عظيم كتير حلو لأنه شخص يقدر يشارك بخطة ربنا بالخلاص وتودي ألكن هيك أحب أختم الحوار لو ما دام تودي سعجي ملفون أكيد لك كل النقاط اللي ذكرتها وللحديث عن المركز والشبيبة وأكيد نحن كمان بدورنا وواجبنا هاد أن نكون موجودين ونقدر نسلط الضوء على هالمواضع تاودي سعجي تاودي تاودي ملفون سبارة ومتعودي